ما حكم الشرع في رجل ممنوع أن يشتغل قانونيا لأنه مريض والدولة تعطيه راتب شهري راجع لمرضه لكن هذا الرجل يشتغل في الأسود أن يشتغل دون تبليغ الجهات الحكومية بذلك ما حكم الشرع في المال الذي يكتسبه محمد من هولندا بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يوفي بالعقود وأن يلتزم الشروط ولا يجوز له أن يخدع أو أن يغش أو أن يزور أو أن يكذب لا يجوز سواء كان في بلده أو خارج بلده فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدل أمانة إلى من اتمنك ولا تخل من خانك وأمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات فأنا أفترض لأنني أنا ما أدري هل هذا عندكم أو في بلد آخر عموما سواء كان في وطنه الأصلي أو في الوطن الذي هاجر إليه في البلد الذي هاجره يجب عليه أن يلتزم بقوانين البلد ما دام أنه ليس فيها ما يتعارض مع الشرق قالوا لأنت نعطيك مبلغ مالي لكونك مريض بشرط أنك ما تشتغل أخذ المبلغ وراح يشتغل حرام ما يجوز حتى لو كان مع غير المسلمين المسلم يتعامل بعقيدته يتعامل بما يملي عليه كتاب الله وسنة ورسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاءت نصوص الوحيين بالأمر بالوفاء بالعقود وبالعهود ولا يجوز له وما يأكله حرام ما يأخذه من هذا المال حرام يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يصحح هذا الأمر